بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله مع إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا فإننا الضعفاء إلى حوله وقوته فهو القوي المتين ونصلي جميعا ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه اللهم لا تحرمنا جميعا أبدا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه وبعد فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات أرحب بحضراتكم في الحلقة الثانية من موضوع قدمته في الأسبوع الماضي وكان بعنوان شقيقي حبيبي حيث تحدثنا فيما ينبغي أن يكون من العلاقات الطيبة بين الأشقاء والشقيقات وبين أبناء الرجل الواحد والأم الواحدة وأسأل الله أن أكون قد وفقت في تقديم هذا الجانب وإن كان الذي تحدثت فيه مرهقا ومؤلما لي ولكم حيث تحدثت عن قرائم قتل الأشقاء التي زادت في هذا الزمان واستشهدنا بالقرآن الكريم وبما يجري بيننا في حياتنا ووعدت حضراتكم أن يكون لقاؤنا اليوم حديثا في الجوانب المشرقة والطيبة بين الأشقاء نعم لعلنا نهدئ من روعكم وما سمعتموه في اللقاء الماضي وما تسمعونه بكل أسف وترونه على أجهزة التواصل تقريبا في كل يوم فكثيرا ما تجرد أناس من مشاعر الأخوة ومشاعر الرحمة وأقدموا على قتل إخوانهم بكل أسف والأسباب كثيرة الأسباب كثيرة الأسباب التي تملأ صدور بعض صدور بعض أبنائنا حقداً وحسداً لإخوانهم أسباب كثيرة نعم حينما يختص الرجل ولداً بعينه فيقربه منه ويضمه إلى صدره ويقبله ويحنو عليه بمحبة واضحة ظاهرة وعلى الجانب الآخر إخوانه يراقبون ويتابعون فيستغل الشيطان هذا المشهد ويعبث بقلوب بقية الأبناء ويملأ صدورهم كما قلت حقداً وحسداً لهذا الأخ الذي نال منزلة مميزة عند أبيه أو عند أمه نعم فكانت المؤامرة وكان الحقد والحسد وكان كما كان كما قدم القرآن الكريم في قصة وسورة يوسف عليه السلام قصة الكبار الذين تجاوزوا الخمسين وربما الستين لم يتحمل أبداً أن يحنو يعقوب على يوسف وأن يمنحه من المحبة ما أعطاه لم يتحمل ذلك واستغلها الشيطان ولعب بقلوبهم فكان أن انعقد الاجتماع الطارئ وليس على جدول أبناء يعقوب عليه السلام إلا موضوع واحد وهو اقتلوا يوسف أو افرحوه أرضا ليه يخل لكم وجه أبيكم حتى يتفرغ يعقوب لنا وحتى لا ينافسنا في قلب يعقوب لا يوسف ولا غيره يبقى القرار ايه اقتلوا يوسف أو افرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم ولكم أيها السادة أن تتعجبوا لكم أن تتعجبوا يوسف في ذلك الوقت كان صغيرا كما قال المفسرون لم يتجاوز الثالثة عشرة من سنه نعم لهذا حقدوا وحسدوا وقرروا أن يتخلصوا منه وتبادلوا الآراء فيما بينهم واستقروا على الاقتراح الذي قدمه أحد الإخوة بإلقائه في الجب وألقوه بالفعل في الجب وكان يمكن أن يفقد حياته لو لم يتمر به القافلة التي أنقذته عندما أدلى واردهم دلوة فتعلق به يوسف وخرج إلى الحياة لكن الله عز وجل طمأنه وهو في الجب أنه سيخرج وأنه سيعيش وأنه سيلتقي بإخوانه فيتحدث إليهم ويعاتبهم فيما صنعوا به وقد كان حتى يطمئن فؤاده هذه واقعة في القرآن الكريم وهذا الربع بالذات من صورة يوسف يكاد إخواننا وأخواتنا أن يحفظوه جيدا لذلك أقول من حقك يا سيدي أن تحب أحد أبنائك لأنه جدير بهذا الحب وهذا القلب ملك لله رب العالمين يقلبه ربنا ويصرفه كيف شاء ولهذا استعاذ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزيد حبه للصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقد كانت رضوان الله عليها وعلى كل أمهات المؤمنين يا رب جديرة بهذه المحبة ويكفيها شرفا أنها ابنة الصديق عليه رضوان الله وعلى كل صحابة أجمعين اللهم أمين يكفي ذلك فكان يسأل الله أن لا يؤاخذه في هذا الحب الزائد لأنه لا يملك قلبه وبأنها كما قلت بما تميزت به وتفردت به عن غيرها كانت جديرة بهذه المحبة عليها رضوان الله فأقول وأكرر من حق الواحد مننا أن يحب أحد الأبناء زيادة على غيره لأنه كما قلت جدير بهذا الحب الزائد وكيف لا يكون جديرا والحبيب هنا يوسف عليه السلام لكني على ثقة كاملة أن يعقوب عليه السلام وهو مثل أعلى في تقديم الرعاية والحب لأبنائه أنا على ثقة كاملة أنه قد منحهم جميعا من الحب ما منحهم وهم في مثل سنه لكن النصيحة الغالية التي أزديها للأحبة إن كنت ولابد مصرا على بذل المحبة والمودة وتقديم القبلة والأحضان لأحد الأبناء فلي فليكن ذلك بعيدا عن إخوانه وبثه من الحب ما تريد وعبر كما يحل لك لكن بعيدا عن إخوانه والله ما ذكرت هذه القصة بتمامها واستغرقت الصورة كاملة إلا لما فيها من المواعذ والدروس والعبر من هذه العبر ما لفت أنظار إخواني إليه عبروا عن حبكم لأبنائكم كما تريدون ولكن تجنبوا أن يشاهدكم بقية الأبناء نعم حتى لا يستغل لها الشيطان فرصة كما قلت وحتى لا يملأ قلوب إخوانه غلا وحقدا ثم تعالوا إلى موسى وهارون لطروا المحبة والمودة في أعظم صورها نعم والله في أعظم صورها وحدثنا وحدثنا القرآن وأسهب فيها لنتعلم خذوا على سبيل المثال ما جاء في صورة طاها وقد أمر الله موسى وهارون أن يتوجه إلى فرعون وملئه فأراد موسى أن يتزود بفضل الله تبارك وتعالى حتى يستطيع أن يواجه الجبار الطاغية وملأه قال أرب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقد تم من لساني يفقه قولي جواب الأمر أحل العقدة من لساني يفقه قولي حتى أمتلك من الفصاحة والبيان ما يفهمون وجنبني عقدة اللسان يا ذا الجلال والإكرام رب شرح لصدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي وزيرا من أهلي نعم ما أعظم الوزير إذا كان شقيقا للحاكم أو للرسول أو لموسى عليه السلام عندما يكون الوزير من أهله عندما يكون الوزير شقيقا له فكفى بها نعمة موسى يعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى يعلم من يريد موسى لكي يكون وزيرا ويعلم الله بأنه هارون وكان يمكن أن يكتفي بهذه العبارة واجعل لي وزيرا من أهلي انتهى الموضوع لكن موسى المحب المخلص لأخيه قال هارون أخي أخي الله يعلم بأنه هارون والله يعلم بأنه أخوك ولست في حاجة إلى ترديد هذه العبارة لكنها المتعة المتعة التي يشعر بها عليه صلام الله وصلاته وعلى كل الأنبياء والمرسلين يشعر بمتعة عظيمة وواضحة لمجرد أنه يردد اسم أخي ثم يقول هارون أخي بالله عليكم توقفوا عند كلمة أخي ألا تشعرون أن هذه اللفظة الكريمة قد أوحت وصورت لكم أن شقيقا يعانق شقيقه أن أخا يضم إلى صدره أخاه نعم هذا ما تكامل لدي وأنا أقرأ أقرأ هذه المفردة الجميلة وكيف وضعت الياء ياء المتكلم في مكانها ليكون أخ مضاف والياء مضاف إليه وتتحقق ما كلتو ما يشبه المعانقة والضم ضم الأخ لأخي سبحان الله هارون أخي ماذا تريد يا موس أجدد به أزري أجدد به أزري نعم يرادفها تماما ويقابلها في المعنى تماما قوي به ظهري هذا كلام المفسرين أجدد به أزري قوي به ظهري محتاج إلى هارون للمواجهة الفاصلة ومواجهة من مواجهة الجبار الطاغية فرعون أجدد به أزري هم وماذا تعجبوا مما يأتي وتوقفوا طويلا وضعوا خطوطا كما تستطيعون تحتها وأشركه في أمري أشركه في أمري آه أمر الرسالة نعم وأنت الذي ألقى الله عليك من المحبة ما ألقى وأعدك إعدادا خاصا لحمل هذه الرسالة العظيمة وأنت مؤهل لها على أعلى درجات التأهيل ومع ذلك وأشركه في أمري آه سبحان الله سبحان الله والله العظيم دخلت مسجدا منذ خمسة وعشرين عاما لأصلي الجمعة ففوجئ الناس بوجودي وقالوا للإمام الدكتور أبو الفتوح موجود معنا اليوم لو تتكرم علينا وتعطيه الفرصة اليوم ليخطب لنا سنكون لك من الشاكرين فأعرض ونأى بجانبه وتعلّل بالأوقاف وبالأمن والله يعلم لا هذه ولا تلك لها عندنا إلا كل توفيق تماما من فضل الله عز وجل ولم يجب المصلين إلى ما طلبوه وهذا منبر منبر لخطبة الجمعة لم يوافق صاحبنا على الخطبة وقلست مستمعا ككل الناس المهم جاء بخاطري في هذه الساعة ما فعله موسى مع هارون وهو يقول لربه وأشركه في أمري لإيه كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أؤتيت سؤلك يا موسى أيها الإخوة الكرام كانت هذه لقطة عظيمة جدا من موسى عليه السلام لأن هارون كان متميزا بالفصاحة والبيان ولعله رأى في أخيه ما يميزه وبأنه ربما كان أقدر على تحقيق المطلوب وهو يتحدث إلى فرعون وملئه لذلك طلب منه أي من رب العالمين تبارك وتعالى أن يجعل هارون شريكا في الرسالة قلت والله إنه لأمر عظيم ولكن عندما يكون من موسى عليه السلام فهي واقعية والذي يشغل موسى عليه السلام مستقبل الرسالة وأن تؤدى بأروع عبارات البيان والفصاحة للمستهدفين منها وما دام نبي الله هارون يملك ذلك فلا مشكلة مطلقا لأن المهم كما قلت أن تؤدى الرسالة نعم ويجرنا ذلك ونحن نتحدث عن المحبة والمودة بين الأشقاء إلى موقف آخر في صورة القصص عندما أمر الله موسى عليه السلام أن يتوجه إلى فرعون ليخاطبه بشأن الرسالة قال رب إني قتلت منهم نفسا وأخاف أن يقتلون ثم ماذا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون أرسله معي رد أن آ عونا يصدقني ويؤيدني ويساندني فإني أخاف وقد قتلت منهم نفسا أن يقتلون انظروا عباد الله انظروا لهذا الاعتراف الواضح الاعتراف الواضح وهو يسعى لإنجاح المهمة ولتكن على لساني أخيه لا مشكلة مطلقا وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون بماذا رد الواحد القيوم على نبي الله موسى عليه السلام قال سنشد عضدك بأخيك الله ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون أبشروا إن شاء الله أنتم ومن تبعكم سيهزم الجمع ويولون الدبر لن تكون هناك فرصة ليهربوا وإنما ابتلعهم البحر نعم قال رب العزة مبشرا إياه ومبشرا لأخيه قال سنشد عضدك بأخيك نعم لا يشد عضدي إلا أخي لا يساندني ولا يقدم لي الدعم المنشود والمطلوب إلا أخي أقرب الناس إلي هو القادر أن يسعفني في مثل هذه المواقف الصعبة سنشد عضدك بأخيك سنقويك بأخيك سنساندك بأخيك وليس هذا فقط بل نجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما أبدا وتختم الآية ويختم الموقف بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون هناك يقول أجدد به أزري وهنا يقول رب العزة له سنشد عضدك بأخي أخوك أخوك أسرع الناس إلى نجدتك في وقت الشدة أبناؤه كذلك أسرع الناس إليك لإنقاذك إذا ما أضمر عدو لك مكروها ستجدهم إلى جوارك فاتق الله يا هذا اتق الله يا هذا وأحسن إليه أحسن إليه وأسمعه من كلم المودة والمحبة ما يجب أن يسمع وأخلص له وفي صورة عبس وتولى أو عبس نقرأ كلام الله عز وجل فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغني كثيرا ما يتساءل الناس لماذا بدأ بالأخ ولم يبدأ بالأبناء ولا بالزوجة لا يستطيع أبناءه أن يقدم أن يقدم له ما يقدمه أخوه أخوه هذا وظيفته وظيفته في الدنيا أن يكون إلى جوار أخيه وأن ينقذه في وقت الشدة وأن يساعده إذا ما ألم به مكروه هذه اختصاصات الشقيق نعم فأراد الله أن يقول له حتى الرجل الذي كان يقف إلى جوارك في الدنيا ويساعدك ويقدم لك الدعم والمؤازرة إن شغل بنفسه من أهوال يوم القيامة إن شغل بنفسه وسيكون أول الفارين منك ليظهر الله عز وجل بذلك عظمة الموقف الرهيب يوم يفر المرء من أخيه حتى أنت يا أخي نعم حتى أنا لذلك راجعوا أنفسكم في علاقاتكم بإخوانكم إن كنت على خصومة فبادر وسارع واتق الله اتق الله وتصالح فورا مع الحبيب الغالي اليوم قبل الغد ولا تسمح بوشاية يأتي بها أحدهم من هنا أو من هناك لا تسمح له أبدا أن يتحدث حتى لا تتسع الفجوة بينك وبين أخيه لا تمكن أحدا من ذلك هناك حقدة لا يريدون لك لا يريدون لك الخير ولا يريدون للمحبة أن تربط بينك وبين أخيك والله فيه فإذا ما تبين لك أنه يريد أن يفسد بينكما فتوقف فورا وانهي الجلسة وقل له اتق الله لا تنسى أنك تتحدث عن شقيقي وهكذا وأختتم بنصيحة غالية جدا ربما تلعب الزوجة أحيانا لن أظلم الكل لكن ربما تلعب الزوجة دورا رهيبا في الكراهية بين الشقيق وشقيقه نعم نظرا لكراهيتها لزوجته ولأبنائه يصل الأمر بها إلى بث أسباب الفرقة والخصام بينه وبين أخيه ويظل الأشقاء أبناء الرجل الواحد على قلب رجل واحد متودين متحابين متفاهمين حتى تدخل النساء حياتهم زوجات لهذا ولذاك ولهذا تبدأ الفرقة ويبدأ الخصام بما تفعله زوجة لا تتق الله تبارك وتعالى في الأشقاء نجاح المرأة عندي المرأة الكريمة المرأة الطيبة المرأة الصالحة السيدة التي تستحق التقدير والاحترام مرهون مرهون ببذل الجهود المخلصة للتوفيق بين الأخي وإخوانه بحسن معاملتها لأشقائه وشقيقاته ووالديه هذه أمارات الطيبة الصالحة فانتبهي يا أمة الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد ولد آدم أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته